اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء موصلة الاهتمام بالقطاع الرياضي كأحد القطاعات الفاعلة في تعزيز التنمية وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لافتا سموه للدور الهام الذي تطلع به الرياضة في بناء جسور التواصل والتعاون الفاعل بين الدول والشعوب جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الإقضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة لدى لقائه اللاعب جيلين براون لاعب دوري المحترفين بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وفريق بوستن سايلكس بمناسبة زيارته للبلاد حيث أكد سموه على الدور الذي يطلع به التعاون الدولي في المجال الرياضي في تطوير مختلف الألعاب الرياضية لافتا سموه إلى اهتمام مملكة البحرين بتطوير كرة السلة بمؤسرة الاهتمام العالمي بهذه اللعبة ذات الشعبية المتزايدة كما أشهد سموه بالمبادرات والبرامج التي يتم تبنيها لتطوير القطاع الرياضي وما تحظى به من دعم ومتابعة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة متمنيا أن تحقق المبادرات الرياضية أهدافها المرجوة في مختلف المجالات